الغزو الأمريكي للعراق أكبر القضايا المصيرية التي واجهت الشعب العراقي بكل أطيافه وشكل كارثة انهيار الدولة بجميع مؤسساتها رغم ذلك كله كان الانقسام المجتمعي أمام هذا الغزو سيد الموقف ما بين شريحة قاومت الغزو عسكريا وسياسيا وإعلاميا وأخرى ظلت صامتة متفرجة تنتظر ما تقول إليه الأمور وشريحة ثالثة وقعت في فخ الاستثمار الطائفي فساعدت في صعود المنظومة الحاكمة التي ولدت من رحم الاحتلال الأمريكي اليوم وبعد مرور ما يقارب 16 عاما على بدء الغزو أدرك جميع العراقيين حجم كارثة الاحتلال ووجدوا آثاره السلبية مخيمة على جميع نواحي حياتهم حكومات بعيدة كل البعد عن مفهوم الوطنية وإدارات مؤسساتية غارقة بالفساد وفقر وظلم مجتمعي وانهيار للمنظومة الخدمية مشهد خطط له الاحتلال ونفذته أدواته المحلية حتى بلغت الأمور حدا لا يطاق فجاءت ردة فعل الشارع العراقي على شكل إرهاصات صحوة جسدتها التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة ونعتتها بالتبعية للاحتلالين الأمريكي والإيراني غياب جبهة شعبية موحدة مناهضة للاحتلال في بدايته جعل الشعب العراقي يحمل جزءا كبير من المسؤولية عن دوامة الخراب التي أغرقت البلاد وصار الخلاص المنشود محور آما للمواطن العراقي لكن أليات هذا الخلاص وسبوله رغم وعورتها تبقى متعلقة بضرورة اقتلاع جذور الشجرة السياسية الحالية وبناء أولى لبنات الدولة العراقية الخالية من الأذرع الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية والإيرانية